الوضع في مدينة سنجار بمحافظة نينوى يشبه إلى حد كبير ما يجري في جرف الصخر في محافظة بابل هكذا وصف مسؤولون في محافظة نينوى الأمور في سنجار في ظل عودة حزب العمال الكردستاني إلى واجهة الأحداث في القضاء ولا غرابة في التشبيه الذي ساقه مسؤول نينوى فسنجار كما هو الحال في جرف الصخر لا تخضع عمليا لسيطرة القوات الحكومية إذ تسيطر على جرف الصخر ميليشيات الحشد بينما تسيطر على سنجار ميليشيات حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا المجاورة وعلى الرغم من أن القوات الحكومية في العراق قادرة على بسط سيطرتها على سنجار بحسب المسؤولين إلا أن معوقات تبدو سياسية تمنع تلك القوات من بسط السيادة العراقية على جزء من أرض العراق وهو الأمر الذي دفع أنقرة لشن عمليات عسكرية عديدة داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتل الحزب وينشط مقاتل حزب العمال الكردستاني في مناطق عدة شمالي العراق أبرزها جبال كنديل وزاخو وغيرهما من المناطق في كردستان العراق إلا أن الحزب وجد الفرصة سانحة للتواغل أكثر داخل الشمال العراقي ليستقر في أبعد نقطة عن القوات التركية التي تكتفي بين فترة وأخرى بقصف جوي على بعض مواقعه في سنجار تجنبا لأي أزمة قد تحدث مع القوات الحكومية أو قوات البشمرق الكردية وبحسب محللين فإن حكومة بغداد التي يحلو لقياداتها التغني بالسيادة العراقية تبدو عاجزة أمام توغل حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي الأمر الذي يطرح مزيدا من التساؤل بشأن دور إيراني محتمل قد يدفع نحو مزيد من سكب الزيت على نار الصراعات الإقليمية المشتعلة في الشرق الأوسط